اشتقبل فخامة الرئيس يتحق هرتزوغ رئيس دولة اسرائيل اليوم سعادة السفير خالد يوسف الجلاهما سفير مملكة البحرين المعين لدى دولة اسرائيل والذي قدم لفخامته أوراق اعتماده السفيرا لمملكة البحرين لدى دولة اسرائيل وقد رحب فخامة الرئيس يتحق هرتزوغ بسعادة السفير خالد يوسف الجلاهما مهنئا له بمناسبة توليه مهم منصبه كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة اسرائيل مؤكدا دعم الحكومة الاسرائيلية له للقيام بمهام عمله على أكمل وجه معربا عن مشاعر الود والاحترام لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على خطوته الشجاعة بعقد سلام مع دولة اسرائيل تحت إطار اتفاق إبراهيم وقد كلف فخامة رئيس دولة اسرائيل سعادة السفير خالد يوسف الجلاهما بنقل تحياته وتقديره لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي والازدهار وأشهد فخامة الرئيس يتحق هرزوغ بمسار العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة اسرائيل والتي تأسست تنفيذا لما نص عليه إعلان تأييد السلام بين البلدين مضيفا أن البحرين نموذج للتعايش السلمي حيث يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود في ألفة وسلام منذ سنين عديدة مؤكدا فخامته أن ما تم إنجازه في مجالات التعاون الثنائي يدل على اهتمام وحرص البلدين على الدفع بمسار العلاقات الثنائية إلى آفاق أشمل من جانبه أعرب سعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة عن فخره بما حظي به من لدني صاحب الجلالة الملك المفدة من شرف كبير بأن يكون أول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل مؤكدا أن السلام هو خيار مملكة البحرين الاستراتيجي وهو نهج حكيم اختطه جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه امتداد للنهج الإصلاحي لجلالته وأن مملكة البحرين تهتدي في علاقاتها الدبلوماسية بمبادئ وطنية راسخة مبنية على أسس تابتة وقيم أصيلة من الوسطية والاعتدال وقبول الآخر مؤكدا أن القيادة الحكيمة في مملكة البحرين ممثلة في جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه تؤمن أن الحوار والتفاهم وبناء الثقة هي مبادئ سامية وأسس رئيسية لتحقيق التعاون بين الأمم والشعوب وقال سعادة السفير إنني على ثقة بأن هذه الخطوة التاريخية سوف تضع أساسا متينا للعلاقات التي نتطلع إليها بين البلدين والقائمة على قيم التسامح والتعايش بين أصحاب المعتقدات والأديان وتمهد الطريقة نحو تعاون دائم في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق تطلعاتنا نحو الاستقرار والززهار والنماء للمنطقة وشعوبها يطيب لي في البداية فخامة الرئيس أن أنقل إلى فخامتكم تحيات سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن إيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السبو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه وتمنياتهما لفخامتك بدوام الصحة والعافية ولدولة إسرائيل ولشعبها الأمن والاستغرار والازدهار شاكراً ما لغيته من حفاوة الاستقبال والترحاب ويسعدني فخامة الرئيس أن أعرض عن الفخر بما حضيت به من لدى صاحب الجلالة الملك المفدى من شرف كبير بأن أكون أول سفيراً لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل بعد إقامة علاقات ثنائية دبلوماسية بين دولتين في عقاب توقيع على إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020 أن توقيع بلدينا على اتفاق مبادئ إبراهيم وإعلان تأييد السلام هو خطوة تاريخية شجاعة سوف يكون لها مردودها الإيجابي على العلاقات الثنائية وعلى عموم هذه المنطقة التي تتطلع شعوبها إلى الأمن والاستغرار والازدهار فخامة الرئيس أود أن أؤكد في هذا المقام أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمملكة البحرين شكرا للمشاهدة